أيضا الفريق ياسر العطى شدد على أن الجيش سيظل يحارب ويقاتل حتى ولو استمرت هذه الحرب مدة مائة عام إذن نحن أمام تحدي كبير من قبل قادة الجيش السوداني لهؤلاء الإرهابيين المجرمين عموما دعونا نلقي نظرح على الصورة التالية التي لدينا غارات واشتباكات في الفاشر وسنار وإيجاد تحذر من خطر انهيار السودان الغارات الجوية حاضرة من قبل الجيش السوداني صلاح الطيران الحربي يتواجد فيه سنار وحتى أن مقتل عبد الرحمن البيشي القائد الميداني الشهير في صفوف الميليشيا الإرهابية الإجرامية كان خبرا لافتا وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي هذا القائد الميداني مشهود له بالمهارة وأنه خان الشعب السوداني حينما هاجم بقواته التابعة لحميتي الخرطوم والجزيرة وقاموا بأبشع أنواع الانتهاكات يكفي ما أشرت إليه المحطة التلفزيونية الأمريكية الشهيرة سي إن إن من وقائع اغتصاب للنساء الشريفات العفيفات في السودان رصدتها بالصوت والصورة وفضحت هذه الميليشيا الإرهابية الإجرامية في العالم أجمع لكن مع الأسف الشديد المجتمع الدولي لا يتحرك ولا يبكي حتى ولا يئن للأحداث الجارية في السودان برغم مشاهد الأطفال التي تبكي من شدة الجوع والتي يعني تجعل القلوب تنزف ألما ودما في إطار إجرام كبير من قبل هؤلاء الإرهابيين الذين يتلقون دعما كبيرا بالسلاح وبالزخيرة يوميا عن طريق دولة شاد والاتهمات كانت واضحة وكانت صريحة من قبل الجيش السوداني لدولة شاد وذكروا حتى بالأرقام بأنهم تلقوا 750 مليون دولار من الجهات الأجنبية في مقابل تسهيل إيصال السلاح للميليشيا الإرهابية الإجرامية ثم بعد ذلك يخرج المسؤولون في دولة شاد لينفوا هذه الاتهامات لكنها اتهامات مؤكدة وحتى جهاز المخابرات في السودان أعلن عن مصار إيصال إمدادات السلاح من البحر الأبيض المتوسط ثم إلى ليبيا مرورا بتشاد والنهاية في درفور حيث معقل حميتي وهؤلاء الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر